أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى جزء الحلقة الثاني من برنامجكم ملف خاص وكالة بيت مال القدس الشريف تحتفل باليوبيل الذهبي ربع قرن من العمل للصالح تحسين ظروف عيش المقدسيين حيث تخصصت الوكالة في البرامج والمشاريع الاجتماعية الملموسة التي يعود أثرها المباشر على حياة السكان في قطاعات الصحة والتعليم والإعمار والثقافة والرياضة ووضعت الوكالة نصب أعينها المساهمة في تنمية الإنسان المقدسي وإشعة الأمل في صفوف أجيال القدس ووضعت برامجها لتمكين وتدريب وتنمية القدرات موجهة خصوصا لفئات المرأة والشباب واليافعين والأطفال وتولي الوكالة أهمية خاصة لبرامج المساعدة الاجتماعية الموجهة لفئات المجتمع المقدسي في وضعية الحاجة إلى المساعدة كالأيتامي والأراميلي والمطلقات والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية الإعاقة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المحور الثاني أجدد الترحاب بضيوف الكرام الشيخ الدكتور عكرم صبري رئيس الهيئة الإسلامية العلية في القدس وخطيب المجد الأقصى المبارك وكذلك أجدد الترحاب بسيادة المطران سهيل دواني مطران الكنيسة الإنجليكانية السابق كذلك أرحب بسيدتي الكريمة ديمة جمعة سمان مديرة عامة لوحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مرحبا بكم ضيوفي الكريم الكرام مجددا في شقي الحلقة الثاني وأبدأ معكم الدكتورة طبعا هذا أشرنا إلى أن الجانب التربية والتعليم والثقافة يحظى بأهمية كبيرة طبعا في خلال 25 سنة مجموعة من المشاريع تهم يعني التربية والتعليم وخاصة جعل ربما هذه الشعلة دائما متقدة في الناشئة المقدسية كيف تلمسون هذا العمل وأثره طبعا على الناشئة في مدينة القدس الشريفة التي تعاني طبعا من مجموعة من الإكرهات نعم لا شك أن هذا البيت المقدسي بيت الكل المقدسي كان له أثرا كبيرا كما ذكرت في الصمود المقدسي وعلى عدة مستويات وأهمه الفكر والوعي وأنا سعيدة جدا بأن وكالة بيت مال القدس تجمع الكل المقدسي في بيتنا الثاني المغرب لنقاش أو وضع خطة قابلة للتنفيذ يشارك بها جميع القطاعات من أجل وضع خطة مدروسة وضع خطة جيدة تنقذ ما يمكن إنقاذه في القدس طبعا جميع القطاعات من أهمها التعليم الثقافة وحتى مستوى التجارة والأديان وكل الأمور التي لها علاقة مباشرة في المواطن المقدسي التي تساعد على الحفاظ على هويته المقدسية الفلسطينية التعليم تحديدا هو مستهدف جدا وعلى قمة سلم أولويات الاستهداف الإسرائيلي هناك معركة المناهج معركة المناهج التي يستهدفها الاحتلال بشكل كبير جدا لأن المناهج سيادة وهو الموضوع قبل أن يكون تربية وتعليم وتقافة هو سياسي أصلا لذلك المجتمع المقدسي متكاتف ويرفض أي توجه من هذا القبيل لأنه يدري تماما مدى تأثيره على طفله وعلى الطالب لكن المحاولات المستمرة إسرائيل يبدو لا تيأس تحاول منذ عام 67 وهناك محاولات مستمرة على كل الأشكال وهناك طرق متعددة للوصول للطالب المقدسي يعني أنا أعتقد أن الأذرع التي تستخدمها إسرائيل من أجل وصول للطالب المقدسي هناك ذرع مهم جدا وهي المراكز الجماهيرية التي تستهدف الطالب وتعمل على محو هويته علينا أن نعمل سويا على وجود مراكز مجتمعية تستوعب الطالب خاصة ما بعد الدوام المدرسي هذا الأمر في غاية الأهمية تحتنى الطفل يتعاون الكل المقدسي من أجل وصول المعلومة الصحيحة للطفل على المستوى الثقافي على المستوى الرياضي على كل المستويات من أجل حمايته من هذا الزراع الخطير وأنا أسميه السم بالدسم هو يبدو كأنه يستوعب الطلبة ويحتضنهم بعد الدوام المدرسي ولكن أهدافه معروفة للمجتمع المقدسي هذا أمر أعتقد أنه سيأخذ نقاش كبير في هذا الموضوع المناهج المدارس الخاصة والأهلية التي تتعرض للابتزاز من قبل الاحتلال من أجل فرد المناهج الإسرائيلية عليها أيضا علينا أن ندعمهم نحتضنهم نشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم بالساحة علينا أن نقدم لهم كل المعونات من أجل أن يحملوا مع الحكومة الفلسطينية هذا العبء الكبير يعني حوالي 35% من طلبة المقدسيين هم يذهبون إلى المدارس الخاصة والأهلية وهذا يعني عدد أو نسبة كبيرة جدا علينا أن نعمل سويا من أجل احتضانها وتقديم الأفضل لها كي تقدم الأفضل لطلبتنا نعم طيب شيخ الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور هناك توقف في 2011 يعني مساهمات الدول ليس هناك إلى المملكة المغربية التي تساهم بحوالي 100% و70% من مساهمات المؤسسات والأفراد هذا التراجع في حجم تمويل كيف يؤثر على مسيرة وكذلك صمود المقدسيين هناك في القدس نعم أخي الكريم وبكل أسف نقول أن الدول العربية قد تخلت عن وكالة بيت المال وهذا يرهق المملكة المغربية في موضوع نفقات الوكالة نحن بهذه المناسبة في تجميعنا هنا في الرباط نناشد ونطالب جميع الدول العربية أن تساهم في ميزانية ونفقات وكالة بيت المال وبشكل سنوي وبشكل دوري حتى تتمكن الوكالة من القيام بمهام متعددة لأن دينة القدس مدينة بحاجة إلى عدة مشاريع متنوعة ومتعددة وبالإضافة لما تحدثت به الأخد نسأل الله سبحانه وتعالى ديمة سيدة ديمة جمعز نعم ديمة موضوع المخيمات الصيفية التي تقيمها المغرب سنويا طلاب القدس يأتون إلى هنا وهذه خطوة إيجابية خطوة تفاعلية حتى تكون رضيفا لابد من إقامة نعم أندية طلابية مسائية في مدينة القدس حتى نحمي هؤلاء الطلاب من المراكز الإسرائيلية الاحتلالية وحتى نحميهم من التشرد فوجود أندية طلابية شبابية مسائية مهمة تقام بالقدس بالإضافة إلى المخيمات الصيفية التي تقيمها المملكة لطلاب القدس هنا في المغرب ونؤكد على مطالبة جامعة الدول العربية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي بأن يتحركوا ويدعموا ويخاطموا الدول العربية والإسلامية لأنه أصلا لجنة القدس انبثقت من مؤتمر إسلامي الذي يقيم في عام 1969 والتالي لا يجوز أن تتخلى هذه الدول العربية والإسلامية عن دعمهم لوكالة بيت المال وقلنا ولا نزل نقول بأن دعم وكالة بيت المال للقدس هو دعم للقدس وليس دعم للمغرب سيادة المطران هذا القصور في تمويل كيف ربما يؤثر على بلوغ الأهداف المتوخات من عمل لجنة بيت المال للقدس الشريف وطبعا وهي مهوض بأوضاع الإنسان المقدسي هناك ودعم صموده في مواجهة ربما هذه الآلة الإسرائيلية طبعا من خبرتي السابقة التعليم والصحة بحاجة لدعم مستمر ودعم كبير والأعمال التي يقوم فيها بيت المال القدس الشريف بحاجة أيضا لدعم أكبر من الأشقاء العرب حتى نواجه الاحتياجات المختلفة لدعم المشاريع وأنا طبعا زي ما تفضلت السيدة ديمة السمان وفاضية الشيخ تحدثت أنه إحنا بحاجة أيضا أن نرعى طلابنا ما بعد الدوام المدرسي أنا قبل أكثر من خمس سنوات اقترحت استعمال مرافقنا في مدرسنا مدرسة المدرسة القدس حتى تكون تحت صرف الطلاب ما بعد الدوام المدرسي ولكي نعطيهم برامج هادفي من مصرح وفن وموسيقى حتى نجمعهم وما يظلوا في حال التشرد وأعتقد هذه الجهود مشتركة لازم إحنا كنا نتعاون فيها نعم سيدة ديمة جمعة السمان الأكيد أن ربما الاحتياجات المادية والمتطلبات من أجل الاستجابة الاحتياجات الشباب والطلاب هي كبيرة جدا وطبعا نتحدث عن ما يقارب 65 مليون دولار ربما هو رقم مهم لكنه ربما لا يصل إلى مستوى وطموحات وانتدارات الشعب الفلسطيني والمقدسيين كيف يعني تواجهون واقع الحال في ظل ربما هذا المحدودية محدودية التمويل خاصة أن نلعب ربما منذ 2011 فقط تتحملوا المملكة المغربية نعم للأسف الشديد هذا ينعكس سلبا على القدس وعلى الطلب المقدسيين وعلى أطفالنا تحديدا يعني هذا يشجع الاحتلال في ظل هذا الغياب للدعم لتنفيذ مخططاته الاحتلالية التي تستهدف وعي الطالب المقدسي ويعني خاصة أنه يمارس انتهاكاته بشكل كبير جدا فمثلا يعني من الضروري جدا تأمين الطالب تأمين وصول الطالب إلى مدارسه وهو يتعرض للانتهاكات المباشرة أثناء ذهابه إلى المدرسة وإيابه منها وبالتالي يعني علينا أن نؤمن الحافلات للوصول الآمن للطلبة نشكر المملكة المغربية على كل دعمها هناك كما تفضل سمحت الشيخ المخيمات الصيفية وأيضا يعني من الضروري أن يكون هناك توأمة أيضا بين مدارس المغرب أنا يعني أعتقد أنه سيكون أمر جميل جدا أن يكون هناك توأمة بين مدارس المغرب ومن مدارس القدس للتعرف على هذا الشعب الرائع الشعب المغربي شعب وحكومة نحن فعلا يعني أنا أنتهز هذه الفرصة وأشكر الشعب المغربي على هذا الاستقبال الرائع وعلى هذا الحفاوة يعني أنا فعلا أنا لا أجامل عندما أقول أنني أشعر نفسي أنني في بيتي الثاني هنا فهذه المشاعر تعزز الطالب المقدسي وشعوره بأنه هو ليس وحده في الساحة هناك من يهتم به هناك من يشعر هناك فعلا بيت ثاني للطالب والطفل المقدسي علينا أيضا أنا أعتقد أنه الجوائز أيضا التي تعزز يعني الثقافة الوطنية لدى الطالب على كل المستويات مستويات الفنون مستويات الكتابة مستويات حتى يعني التكنولوجيا الأفلام والتصوير إلى آخرية هذه الأمور وهذا ما فعلته أيضا وكالة بيت مال المغرب أعتقد أن كل هذه الأمور مجتمعة ستساعد المقدسي على الصمود وعلى لا يستطيع أحد هنا أن يسلب وطنيته ويسلب هذه المشاعر الجميلة بأنه هو متمسك بفلسطينيته داخل وطنه المسلوب نعم فضيلة الدكتور أكيد أن ربما الصراع في مدينة القدس أو هذه الحرب في مدينة القدس هي تجرع على أصعدة متعددة لعل أهمها الجانب الحضاري لمدينة القدس على مستوى العقارات على مستوى الأبنية على مستوى السعي لتغيير بما هوية بعض الأماكن أهمية العمل الذي تجريه أو تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف في الحفاظ على طابع مدينة القدس وعلى بعض الأبنية من خلال صيانة وشراء مجموعة من العقارات حتى لا تتحور بما في هويتها من وضعين إلى وضعين آخر نعم أخي الكريم ما في شك أن الاحتلال يحاول أن يضفي على المدينة الطابع اليهودي الاحتلالي من خلال تمص الآثار الإسلامية من خلال تدمير الآثار من خلال الحفريات التي يجريها فنحن بحاجة فعلا إلى الحفاظ على الآثار لأنه لا يوجد حجر إلا وله قصة في البلدة القديمة ونستطيع أن نعتبر أن البلدة القديمة لمدينة القدس هي عبارة عن متحف متحف تاريخ متحف آثار هذا لا يروق للاحتلال وبالتالي حينما يحاول احتلال البحث عن أوهامه وخرافاته يدمر الآثار التي يصادفها أثناء الحفريات وهي آثار إسلامية تعود إلى عصور متعددة من أمويين عباسيين مماليك وهكذا وبالتالي نحن بحاجة فعلا إلى الحفاظ على عقاراتنا التاريخية التراثية لصيانتها أيضا الحفاظ على جميع البيوت المحيطة حول البلدة القديمة من خلال ترميمها ومن خلال دفع الأجارات لأن أحيانا مع الأسف أقول أن أحدى العمارات الكبيرة التربية لم تتمكن من دفع أجاراتها وانتقلت إلى المدرسة إلى البلدية الاحتلال وبالتالي نحن بحاجة إلى رصد مبالغ كافية لأجارات البيوت وأجارات المدارس نعم طيب وفي هذا الإطار طبعا نستمع لشهادة السيد فادي الهدمي وزير وزارة شؤون القدس الشريف لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن نهنئ بيت مال القدس في يبيلها الفضي ونشيد بهذا الموقف والدعم المستمر من قبل وكالة بيت المال القدس في نصرة القدس وفي نصرة أهل القدس وأكبر دليل على ما أقول حب الشعب الفلسطيني وحب أهل القدس عندما كان المنتخب المغربي في كأس العالم كان هناك حب من القلب إلى القلب إلى المغرب وإلى ملك المغرب وإلى كل أطياف المغربية التي تؤكد على أن هذا الترابط وترابط وجداني وترابط من القلب إلى القلب وما يجمع القدس والمغرب وأهلها وملكها وشعبها هو كبير جدا كل الشكر وكل الاحترام والتهنئة بالعطاء المستمر في خدمة القدس عاصمة دولة فلسطين سيدة المطران سهيل دواني كنا بصدد الحديث عن أهمية الحفاظ على ربما هوية العمران في مدينة القدس الشريف بالنسبة لكم كمسيحيين يعني أين تتجلى هذه الأهمية في الحفاظ على ربما هوية وتاريخ وعمران هذه المآثر في المدينة وليس تحويل هويتها إلى ربما مأرب أخرى لا شك أن الأملاك والعقارات المسيحية تواجه تحديات كبيرة من بعض الفئات المطرفة وكني ستعمل جاهدة للمحافظة عليها وهنا طبعا نحن بحاجة إلى الدعم القانوني وربما المادي الحفاظ على هذه المقدسات المسيحية اللي هي طبعا حق لنا جميعا ويجب أن نواجه هذه التحديات كنا نستقوم بدورها ولكن نحن بحاجة أيضا إلى دعم من بيت المال أو من أي جهة أخرى حتى نستطيع الاستمرار في خدمتنا ورسالتنا في القدس وفي المنطقة نعم سيدة ديمة أكيد أن من البرامج ربما الرائدة في عمل وكالة ويتمالها القدس الشريف هي المخيمات الصيفية التي يتنقل فيها أبناء المقدسيين إلى المغرب ربما من أجل الخروج من الضغط في المدينة إلى فضاء أرحب هو في المغرب للتعرف على ثقافة أخرى التقاء بأقرانهم وربما كذلك نقل قصص من القدس إلى غاية هنا يعني الشباب الذين يتقاسموا ربما ذات الأعمار أهمية مثل هذه المبادرات بالإضافة طبعا إلى المبادرة الأخرى التي تجرى في عين المكان لا شك أنها مبادرات في غاية الروعة لأنها على المستوى النفسي على مستوى الثقافي على المستوى التعليمي على مستوى التعرف على الشعوب العربية الشقيقة على ثقافاتهم يعني أمر في غاية الأهمية ولكن أريد أو أود أن أتحدث حقيقة عن البلد القديمة في القدس ومحاولات الاحتلال إلى تفريغها من ناسها من أهلها وهناك توجه حقيقي لتجفيف المدارس داخل البلد القديمة من أجل تحويلها وتحويل مبانيها إلى يعني تحويلها إلى مدينة سياحية دينية يهودية وهذا ما يسعى إليه الاحتلال شكرا لمن يافت المطران على تطرق إلى موضوع في غاية الأهمية وهو الجانب القانوني الذي نحتاج إليه بشكل كبير جدا خاصة في ظل وجود الاعتقالات لأطفالنا المقدسيين في سن صغيرة جدا وخضوعهم للحبس المنزلي الذي حقيقة أود أن أشير إليه وعلى مدى صعوبة هذا الحبس المنزلي الذي هو حقيقة ربما يكون أصعب من الحبس الفعلي لما له تأثيرات من تأثيرات نفسية على الطالب نفسه هو يعني وجود الطالب المقدسي في منزله لمدة ست أشهر مثلا ممنوع من الخروج على ولي أمره أن يكون هو السجان له لا يمكن أن يستوعب الطالب ذلك هذا الطفل وبالتالي يكون هناك أزمة علاقة بين الطالب وولي أمره لأن ولي أمره وقع على تعهد بعدم خروج ابنه من البيت وإلا سيتم هو اعتقال أب نفسه أو دفع غرامة كبيرة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب لدى الأسرة المقدسية كل هذه الأمور تحتاج إلى وقفة قانونية تحتاج إلى مركز قانوني يتولى هذا الأمر بالنسبة للطالب وأيضا هناك المنح الدراسي هناك طلبة متفوقون لا يجدون من يدعمهم ماليا لإكمال دراساتهم هناك طلبة مقدسيين تم تخرجهم من الجامعات وشهاداتهم محجوزة هناك تحتاج إلى تحرير شهاداتهم كل هذه الأمور مجتمعة تساعد المجتمع المقدسي على الصمود والبقاء في الوضع أكيد أننا ستشكل الخطوط العرضة لعمل وكالة بيت مال القدس الشريف في السنوات المقبلة الشكر لكم جزيلة شكر سيدة ديمة جمعة سمان مديرة عامة لوحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الشكر لكم فضيلة الشيخ الدكتور عكرما صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا بيا القدس وخطيب المسجد الأقصى المبارك شكر لكم سيادة المطران سهيل دواني مطران الكنيسة الأنقليكانية السابق شكر لكم على تشريفنا في حلقة هذا اليوم ملف خاص الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيبة المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم